اشتركوا في القناة وفي دليل لجئت بمجموعة من الروايات التي تدل على أن الزهراء هي الأفضل من قبيل قول النبي صلى الله عليه وآله فاطمة ابنتي سيدة نساء العالمين فقالت له ابنته الزهراء أبأ وليست تلك مريم العذراء هذه التي يذكرها القرآن وفضلك على نساء العالمين فهي سيدة نساء العالمين فأجاب النبي قائلا تلك سيدة نساء عالمها أما أنت فسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين هذا دليل صارخ صادح صادع واضح لامع بيّن أن الزهراء هي الأفضل ودليل آخر قول النبي صلى الله عليه وآله كامل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا أربع آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة ابنتي ثم قال وفاطمة أفضلهن هذا دليل على أنها أفضل من مريم بل أفضل من أي مرأة كاملة كائنا من كانت إذا كانت الزهراء هي الأفضل هنا يتبادر إلى الذهن هذا السؤال الزهراء أفضل من مريم أليس كذلك؟ نعم لماذا لا نرى القرآن الكريم يتعاطى مع الزهراء كما يتعاطى مع مريم فهذا القرآن الكريم قد خصص سورة كاملة بإسم مريم في حين لا نجد سورة مستقلة بإسم فاطمة ورق القرآن 114 سورة ولا وحدة من هالسور اسمها اسم سورة فاطمة بينما سورة من طوال السور بإسم مريم سورة مريم لا نجد القرآن الكريم يصرح بإسم فاطمة كما يصرح بإسم مريم بل أكثر من هذا القرآن الكريم ذكر اسم مريم في عدد كبير من الآيات سوح صائيا وشوف كم مرة ورد اسم مريم في القرآن يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها وعيسى بن مريم قول الحق هكذا آيات كثيرة وإني سميتها مريم ما شئت فعدد أكثر من مرة تردد هذا الاسم المبارك لمريم في حين لم نجد في القرآن الكريم ولا آية واحدة صرحت بإسم فاطمة ستة آلاف آية وأكثر من ذلك ما فيه ولا آية واحدة فيها اسم فاطمة ذكر السيرة أيضا القرآن الكريم خصص مساحة كبيرة شاسعة لسيرة مريم منذ أن حملت بها أمها رب إني نذرت لك ما في بطني محررة وبدأت السيرة تمشي في القرآن الكريم لمريم إلى أن وضعت بها أمها رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم إلى أن جاءت بها إلى الهيكل السليماني المقدس بيت المقدس لأنها تريد أن تضعها هناك تكون مع الأحبار والرهبان يقوم على رعاية وخدمة البيت المقدس أو بيت المقدس تنازع الأحبار والرهبان أيهم يكفل مريم فتكفلها زكريا ذكر القرآن الكريم هذا المعنى ذكر القرآن من سيرة مريم التنازع الذي حدث بين الأحبار وكيف حلت تلك المشكلة من خلال القرعة إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم يذكر القرآن الكريم الإحاطة السماوية إليها وهي في محرابها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها طعام الصيف في الشتاء وطعام الشتاء في الصيف إلى أن حملت بولدها عيسى إلى أن اعترتها حالة الطلق قالت ليتني مت قبل هذا وكنت نسيان منسية إلى أن وضعت بعيسى بن مريم تحتاجت إلى ما تستعيد به طاقتها فأمرها الله بقوله تعالى وهزي إليك بجذع النخل تساقط عليك رطبا جنيا وهكذا يعني إلى أن جاءت تحمله إلى قومها فشكوا في أمرها يا مريم ما كان أبوك امرأسا وما كانت أمك بغي يعني سيرة كاملة مترابطة لمريم في القرآن الكريم هل خصص القرآن الكريم مساحة من ذكر سيرة الزهراء بهذا المستوى من الترتيب وبهذا المستوى من الإسهاب وبهذا المستوى من التعاطي هل وجد في القرآن آية تتحدث عن حمل خديجة بالزهراء ما موجود هل يوجد في القرآن الكريم آية واحدة على الأقل تتحدث عن وضع خديجة بالزهراء ما موجود هل يوجد في القرآن الكريم آية تتحدث عن نشأة الزهراء سلام الله عليها في كنف جدها في كنف أبيها وفي كنف أمها ما موجود هل يوجد في القرآن الكريم آية تتحدث عن زواج الزهراء سلام الله عليها من علي بن أبي طالب ما موجود هل يوجد في القرآن الكريم آية واحدة على الأقل تتحدث عن حمل الزهراء بالحسن أو الحسين أو حتى زينب ما موجود هل يوجد في القرآن الكريم آية واحدة على الأقل تتحدث عن وضع الزهراء بأحد أبنائها ما موجود إذن القرآن يتعاطى مع مريم بهذا المستوى من الاهتمام يذكرها في سورة خاصة باسمها يصرح باسمها في أكثر من مورد يذكر سيرتها بتفاصيلها ما يعطي هذا إلى الزهراء ولا جزء منه إلى الزهراء فلماذا تقول أن فاطمة هي الأفضل؟ لو كانت الزهراء هي الأفضل المفروض القرآن يتعاطى معها أكثر مما يتعاطى مع مريم في حين أن مريم أخذت تلك المساحة الشاسعة والواسعة والمترامية في القرآن الكريم الزهراء ليس لها نصيب من ذلك من أوله وآخره وعليه قال لك هذا ينمعا أن الزهراء ليست أفضل من مريم نعم هي مرأة كاملة فاضلة تقي عابدة زاهدة مؤمنة راضية مرضية ما شئت فعدد لكن لا تعطيها فضيلة على مريم ما راح نقول هي أقل من مريم؟ نقول في مستوى مريم سلام الله عليهما لكن لا تعطيها تميز على مريم لأنه لو كانت مميزة على مريم لميزها القرآن بالذكر هذه إثارة وتحتاج إلى جواب لو تعرضت إلى مثل هذا السؤال فما هي إجابتك؟ وش راح تجيب؟ طبعا مثل هذه الإثارة ما تصدر من شيعي موالي محب يقينا لا تصدر من شخص آخر من شخص يريد أن ينازع الزهراء فضائلها حتى يغلب عليها شخصيات في التاريخ أخرى عند شخصيات يريد يبرزها شلون يبرزها؟ من خلال تسقيط شخصيات كاملة فاضلة سقط هذه تطلع ديك زين؟ يبقى السؤال عالق كيف نثبت أن الزهراء هي المتألقة هي الأفضل حتى لو لم يصرح القرآن بإسمها ولم يخصص لها سورة ولم يذكر سيرتها تبقى هي الأفضل بس كيف؟ هنا أيها الأحبة اهتم علماؤنا بهذه الإثارة فأعطوها مجموعة من الأجوبة طبعا عشرات الأجوبة راح ننتقي بعض هذه الأجوبة الجواب الأول قالوا من قال أن الزهراء ليست مذكورة بإسمها في القرآن وليس لها سورة مخصصة بإسمها هذا الذي يقول هذا الكلام مشتبه شلون أي سورة مخصصة بإسمها وأي سورة فيها تصريح بإسمها ما موجود فاطمة ما موجود نعم فاطمة بهاللفظ بهالإسم ما موجود بس من يقول بأن الزهراء ليس لها إلا هذا الإسم هذا الذي يقول أن فاطمة ما لها إلا هذا الإسم فاطمة يقول له أنت غلطان ما عندك تتبع عجل الزهراء رواية عن الإمام الصادق لها تسعة أسماء وروايات أخرى أعطت عشرات الأسماء إلى الزهراء سلام الله عليها نعم لم تذكر بإسم فاطمة لكن ذكرت بإسم آخر من أسمائها أليس من أسماء فاطمة الكوثر والقرآن قد صرح بهذا الإسم أسورة مستقلة وإن كانت من قصار السور إلا أنها باسم الزهراء إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر نزلت في من؟ نزلت في رسول الله لما عاب عليه عتات قريش ورموه بأنه أبتر أي أنه مقطوع النسل ولا عقب له وتأثر النبي من تلك الكلمات التي قذعت في شخصيته وقذحت في كماله مع علمه بما عنده من الله أو عند الله من المقام إلا أنه تأثر بهذا الكلام فطيب الله خاطره بنزول هذه الآيات بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك يعني مبغضك الحاقد عليك الناقم عليك هو الأبتر هو المقطوع هو اللي ما راح تستمر ذريته هو اللي يروح في مزبلة التاريخ أما أنت فسيبقى اسمك يا رسول الله خالد ماجد باقي متصل لوجود ذريتك من بعدك من هو الكوثر؟ من هي الكوثر؟ ما هو الكوثر؟ تعددت الآراء لكن عدنا من أبرز تلك الأجوبة أو من أبرز تلك التوجيهات للآية أن الكوثر هو ولد أهل البيت ولد النبي صلى الله عليه وآله كما يذكر ابن عباس في التفسير الكبير للفخر الرازي وعندنا روايات عن أئمتنا أن الكوثر هي فاطمة سلام الله عليها إذن اللي يقول أن الزهراء ما ذكرت بإسمها في القرآن إن قل بإسم فاطمة ما موجود لكن بإسم آخر من أسماء فاطمة موجود فإن من أسمائها الكوثر هذا جواب رقم واحد الجواب الثاني هب أن القرآن لم يذكر الزهراء ولم يصرح بإسمها لنسلم جدلا بأن مريم ذكرت والزهراء لم تذكر بإسمها في القرآن السؤال هل كل من يذكر بإسمه في القرآن يدل على أنه أفضل من غيره لا سيما من أترابه إذا ذكر شخص بإسمه في القرآن هذا يدل على أنه أفضل من ذاك الذي لم يذكر في القرآن إذا أنت تعتمد هذه النظرية وتمشي عليها في تطبيقاتك لبقية القضايا فبفمك أدينك أنت تقول مريم ذكرت بإسمها في القرآن وفاطمة لم تذكر بإسمها في القرآن إذن مريم أفضل من فاطمة تمام خل آخذك على هذا التوجيه أنت الذي تقول هذا الكلام لو وجهت لك هذا السؤال هل ذكر أحد من أصحاب النبي في القرآن الجواب نعم صحابي واحد فقد ذكر بتصريح بإسمه في القرآن من أحسنت فلما قضى زيد منها وطر زوجناك قضية زيد بن الحارث لما طلق زوجته زينب بن جحش وتزوج منها رسول الله صلى الله عليه وآله هو الصحابي الوحيد المذكور بإسمه في القرآن تمام تمام هل هذا الصحابي هو أفضل أصحاب النبي عندك في ترتيب أولوياتك يقول لك لا زين إذن من هو أفضلهم قال أفضلهم الأول ثم من قال الثاني ثم من قال الثالث بعد إذا عند أنصاف قال لك الرابع علي بن أبي طالب إذا أفضلهم فلان وهو الأول لماذا لم يذكر في القرآن بإسمه في حين أن زيد الذي هو أقل شأنا وفضلا عندك أنت مذكور في القرآن بإسمه إذن نظريتك أنت ما تلتزم بها توجيهك أنت ما قاعد تمشي عليه أنت ما قاعد تعتمد قولك ليش تثير مثل هالإثارة هذه من أساس إذا كان أفضل الصحابة عندك هو فلان ثم فلان ثم فلان ثم أمير المؤمنين فإن زيد موض من قائمة الأفضل ولا هو الأفضل لكنه ذكر في القرآن بإسمه ومن هو أفضل منه عندك ما مذكور بإسمه في القرآن ثم علاوة على هذا وذاك من قال أن ذكر الإسم في القرآن يدل على أفضلية بل حتى يدل على فضيلة من أساس أحيانا يذكر إسم شخص ليس من أهل الفضيلة وغيره من أهل الفضل لم يذكر بإسمه في القرآن تريد مثال؟ خذ هذا المثال النبي صلى الله عليه وآله كم عنده من الأعمام؟ تسعة تسعة أعمام والعاشر هو أبوه عبد الله أو عبد الله تسعة أعمام من منهم ذكر بإسمه أو كنيته في القرآن؟ منه؟ أخسهم أسوأهم أرد واحد فيهم اللي مات على الشرك وعلى الكفر هو المذكور زين الحمزة أسد الله ما مذكور العباس عم النبي ما مذكور أبو طالب ما مذكور بأسمائهم ما مذكور لكن أخسهم وأسوأهم هو الذي صرح القرآن الكريم بكنيته تبت يد أبي لهب إذن ذكر الإسم في القرآن لا يدل على فضيل من أساس فضلا عن أفضلية والقرآن الكريم ذكر أسماء جبابر وطغات فسقوا أعوان ظلمة في حين أن شخصيات كاملة قديسة ما ذكرت في القرآن هذا القرآن قد ذكر فرعون ذكر هامان ذكر قارون في حين أنبياء ورسل ما ذكروا بأسمائهم في القرآن طلع لآية ذكر فيها نبي الله شيث نبي الله هبة الله ابن آدم هذا نحن ذكر مع أنه نبي وهذلك فسقوا فجروا ظلموا طغات نمرود وغيرها فما ماذك هذه مو قاعدة يمشى عليها بأنه ذكر الإسم في القرآن تصريح بسيرة لأحد في القرآن فيه دلال على أفضلية من لم يذكر في القرآن باسمه أو بكنيته أو حتى في سيرته هذا مو دليل ولا يمشي عليه الكلام لأن أنت نفسك من تشكل ما تلتزم بهذا الكلام من أساس هذا الجواب الثاني وهو جواب النقضي الجواب الثالث الزهراء سلام الله عليها ذكرت في القرآن كما ذكرت مريم الزهراء مذكورة في القرآن لكن طريقة استعراض شخصية مريم في القرآن تختلف عن طريقة استعراض القرآن لشخصية الزهراء القرآن يتعاطى مع الشخصيات بناء على الظروف فيتعاطى مع شخصية مريم بطريقة يتعاطى مع شخصية الزهراء بطريقة شلون؟ قرآن لما جاء إلى ذكر مريم ذكر سيرتها أمها حملت نذرت وضعت سمت كبرت نشأت ترعرعت تكفلها زكريا حملت بعيسى وضعت بعيسى اتهمت في عفتها دافعت عن نفسها نطق عيسى بن مريم حتى يبرع ساحة أمها أمه أفوال شنو؟ سيرا صار واستوى وولدت وضعت كذا هذا الذي جرى تعاطى القرآن مع مريم باستعراط سيرة إليها مع بعض الفضائل وهزي إليك بجذع النخلة كلما تدخل عليها زكريا وجدها طعاما أو كذا مثلا وجد عندها رزقا يعني بعض الفضائل البسيطة جدا المناقب البسيطة إليها وإلا في الأساس قاعد القرآن يستعرض سيرة تاريخ إلى مريم بينما إذا جاء إلى ذكر الزهراء نفس الشيء يتكلم عن سيرة حملت بها خديجة وضعت بها كبرت نشأت تزوجات وضعت بالحسان الحسين زينب هالشكل يتعاطى القرآن معها؟ لا القرآن عندما يتعاطى مع ذكر الزهراء يركز على مقاماتها يركز على فضائلها يركز على ما كانت تتصف به من كمالات يجي يقول لك ترى هي نشأت في بيت بس هذا البيت مميز شنو ميزت هذا البيت؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال إذا أراد أن يتكلم عن ذات الزهراء ما يقول والله هذه مروا وحملت ووضع لا لا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إذا أراد أن يتكلم عن الزهراء يتكلم القرآن الكريم عن الزهراء سلام الله عليها انطلاقا من دورها في الأمة وأن لها دور كبير في هداية الناس وكشف الحقائق لا سيما في قضية المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وإذا الزهراء تخرج مع النبي وكانت تمثل نساء العالمين عندما يتكلم القرآن عن الزهراء يتكلم عن واجب الأمة جاه الزهراء قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة فالقربة عندما يتكلم القرآن الكريم عن الزهراء يتكلم عن الصفات العالية التي كانت تتصف بها كصفة الإيثار من قبيل قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينه ويتيمه وأسيره إنما نطعمكم لوجه الله إذن القرآن تحدث عن الزهراء لكن كيفية الاستعراض لشخصية الزهراء في القرآن تختلف عن كيفية استعراض شخصية مريم شخصية مريم جاءت في القرآن على نحو السيرة بينما الزهراء انتقى القرآن الكريم لنا النقاط المضيئة في شخصيتها المقامات الدرجة العظيمة التي بلغتها فجاء القرآن ينشرها في ثناياه حتى يعطينا ثقل الزهراء سلام الله عليها ومقامها عند الله جل وعلا فالطريقة مختلفة نعم القرآن ما صرح ما ذكر كل سيرة الزهراء هذا كلام صحيح لكنه هذا لا يدل على أن الزهراء أقل شأن من مريم لا بل هي الأعظم لأن طريقة الاستعراض للشخصية في القرآن تعطي هذا المعنى تعطي هذا المدلول ثم أن القرآن الكريم لو فتشت فيه ستجد ما ذكر في شأن مريم في القرآن ترى ذكر في شأن الزهراء في القرآن أيضا بس إما على نحو التفسير أو على نحو التأويل يعني اللي يريد مثلا زواج الزهراء من علي مذكور في القرآن نعم مذكور بسم الله الرحمن الرحيم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ولادة الحسن والحسين مذكورة في القرآن نعم مذكورة في القرآن يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان شوف الرواية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله يقول أما البحران فهما علي وفاطمة وأما اللؤلؤ فالحسن وأما المرجان فهو أبو عبد الله الحسين تريد تتكلم عن زفاف الزهراء على أمير المؤمنين مذكور في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وأنه خلق الزوجين الذكر والأمثى شوف ماذا يقول أهل البيت عن هذه الآية تؤول في من في زواج الحسن أعفوا في زواج أمير المؤمنين بالزهراء أفتش في هذا الجانب التأويلي للآيات راح تجد ذكر الزهراء بكل تفاصيله موجود في القرآن الكريم أي شيء تريده تجده في بطن القرآن لكن على نحو التأويل أحد علماء نألف كتاب أسماه الزهراء في القرآن الكريم أذكر عدد كبير من الآيات القرآنية إما مفسرة أو مؤولة في شأن الزهراء إذن الزهراء مذكورة في القرآن بس كيفية استعراض ذكرها يختلف عن مريم هذا جواب ثالث بعد جواب رابع وأختم الزهراء سلام الله عليها إن لم تذكر في القرآن الكريم فإن ذلك لداع إن لم تذكر بإسمها تصريحا فإن ذلك لداع شنوها الداع هذا هو خشية أن يحرف القرآن الكريم قرآن ما صرح حتى لا يحرف القرآن الكريم ومو فقط الزهراء ولا واحد من أهل البيت سلام الله عليهم صرح القرآن الكريم بإسمه تشايف ذكر علي في القرآن بإسمه ما موجود ذكر الحسن الحسين ذكر الإمام الصادق مثلا الكاظم الجوان في أحد من هؤلاء الأئمة ذكر بإسمه أو بلقبه أو حتى بكنيته ما مذكور ليش؟ حتى لا يحرف القرآن الكريم وهذا جواب من الإمام الكاظم إلى أحد الموالين لما سأله هذا السؤال أعطاه الإمام هذا الجواب قال خشية أن يحرف القرآن الكريم حتى لا يحرف تقول معقولة يحرف القرآن أقول لك معقولة ونص لأنه تعرض إلى القرآن ترى لعلمك القرآن محرف بس ممحرف في آياته وإنما في أسباب النزول ما تطاولوا على الآيات تطاولوا على أسباب النزول كثير من الآيات سبب نزولها إن حرف عن مساره الصحيح ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون نزلت في من قالوا نزلت في علي بن أبي طالب يشرب الخمر ويأتي المسجد أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون نزلت في من قالوا نزلت في مشرك بني هاشم في أبي طالب والد علي إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم أو لن يغفر الله لهم نزلت في من نزلت في أبي طالب ومن الناس من يشري نفسه ابتغام أرضات الله نزلت في علي لما بات على فراش رسول الله ليلة الهجرة قالوا لا نزلت في عبد الرحمن بن ملجم وهكذا منها الأشكال هذه إذن القرآن تعرضوا إليه في تحريف أسباب النزول قابل أنهم يتعرضوا إليه فيحرفوا آياته إن صرح القرآن الكريم بل هذا نوع من أنواع التمحيص والابتلال للأم حتى الله سبحانه وتعالى يمحص المؤمن من غير المؤمن نوع من أنواع الابتلاء يبتلي به هذه الأمة أنا لم أصرح بأسماء أهل البيت لم أذكرهم بأسمائهم في الكتاب المقدس في القرآن الكريم لكن هذا رسول الله يصدح بأسمائهم فمن يلتزم بكلام رسول الله من يأخذ من النبي صلى الله عليه وآله ألم أقل في كتابي وأطيع الله وأطيع الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ألم يصرح النبي صلى الله عليه وآله بفضائل فاطمة ألم يصرح النبي بأهمية مودة وولاية الزهراء ألم يصرح النبي بضرورة رضاء الزهراء عن أي إنسان لأنها إن لم ترضى عليه فإن الله لن يرضى عليه أو عنه النبي كان يصرح ذلك وإلى آخر لحظة من لحظات حياته مع ذلك من تمسك بهذا الأمر الإلهي الأمر النبوي كان على جادة الحق وإلا الأغلب تنصلوا عن ذلك ولذلك الشاعر يقول أسرعوا من ذغاب أحمد للغدر وخافوا عواقب التأخير أسرعوا صار عندهم تسارع هذا قول الشاعر